كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني نسمو برآها سطرها في فتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم أبضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد أسامة كان في سويداء قلب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحب الحسن والحسين كان يحب أسامة ربي عند النبي قال لعائشة هذا مسؤول عن حاله تقول عنه زلمي واحد يقول جيش فيها لا جيش من الجيش فيه أبو بكر وعمر وكرام الصحابة شهاد لما فتحوا المسلمين إفريقيا والأندلس وصفهم محمد إقبال محمد إقبال شاعر باكستاني كان يكتب شوي بالعرب من القصائد اللي كتبها بالعرب يصف الفاتحين من التابعين ومن أصحاب رسول الله هم يحكوا عن أنفسهم قال كنا جبالا في الجبال ولربما سرنا على موج البحار بحارة كنا نرى الأصنام من ذهب لما يفتحوا البلاد شوفوا الدهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار أين الله ألا بتلاقي جارك عم يزرأك يا الله طيف ديجة دنة الأخلاق كتبت كتاب البارحة عن طريق النيت وصل فيني أخ كريم بقى اللي بديت زوجها مالا مسلمة وعدة أنه تأسلم فقلت من قلولون الترجمة قلت للرجل الذي تزوج شاب يعني ما أعرفه ولكن يعني تقولوا شوف كل ما كانت أخلاقك حلوة كل ما سارعت في الإسلام أنت هلا سفير أرجيهم مضرورة تكون شيخ على منبر ولا إيمان بالمحراب جوز ما يطلع بإيدك شو تساوي أخوانا اللي عادين بأوروبا وأمريكا سأرجوهم الأخلاق دغري بيقولوا أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله خمر كذب ما بنكذب بارح أخ قال لي والله تعبتنا قال لي بوعدك الساعة خمسة بيجي خمسة إلا خمسة بلاقي كواف توعدني أربعة ونص لك بيجي أربعة وثلت بلاقي كواف بتقول له هذا دين أنا بدي أعبر لك عن ديني نحن الواحد بيوعد التاني إلا أربعة ونص خمسة إلا أربعة لك أخي يبعلك أعجأة طلعت السيارة ما طلعت السيارة ما دام بتعرف مآس بلدك بتطلع أبل بساعتين النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع رجلا قبل البعثة بيع ويشتري منهم نبي يشتغل بالتجارة يجع الشعب هو يشتغل بالتجارة كان يتأمين فيه ستنة خديجة انتظر إنسان وعده عنده الشروق مثلا ما أجه رد النبي إيجا تاني يوم هل حاله بلقى مفكر أنه بعدين بعد أربع خمسة أيام إيجا الرجل قال له لقد شققت علي يا أخ العرب النبي عليه الصلاة والسلام أبل النبوة أنا هنا أنتظرك منذ ثلاث سيدنا أسامة ما ضاع الحب صار رجلا قال فخرج بلوائه معقودا مين يربط لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومين أعطى الرأي المشاكل التي صارت ببلادنا والفتن كل ذلك ما يفوق أفهم أنه عشرة صار ما مجوز كون رأي واحدة هي رأية الإسلام لذلك ما فهمنا بالسياسة الشرعية كل واحد واحد طلع وحكى شو وراك أنت مين رأيتك تفهم بالدين اقرأ قصة أسامة بن زيد هاي مين لي سواها لي سواها النبي اللي ربط له الرأي قال فعسكر أسامة أسامة بالجرف يعني شلو منقول بالكراجات أرني أرني التجمع يلي ما جهز حاله يلي ناقصه شي اللي بده يعني يلتح يلي يدرج عرفوها دول مركز التدريب شان يلتح إهديك وجعل الناس يجدون بالخروج إلى العسكر فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ومن لم يقضي حاجته فهو على فراغ يا أعيد خلاص نوى أو يود أهله شو كانت الحياة إن الحياة عقيدة وجهاد رايح لو رايح ما رايح تلطون صلاة الفجر ومجمعين باصات ونستوان وولد وكذا وي رايحين على السيران معلش الله يفتح عليك رحت على السيران طيب قبل السيران وبعد السيران رحت على صلاة الصبح بهالوقت ها جيت بهالوقت هاتفئت بكير الله يكون بعد صلاة الفجر ما بفي بس على السيران معلش قال ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا أتى إلى تلك الغزوة لأن النبي اللي قال لهم كان فيهم عمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو عبيدة ابن الجراح تبو هدول كلهم لعشرة مبشرين وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد خامس واحد من المبشرين قال فقال رجل من المهاجرين وكان أشدهم قول لا قاعدين هيك بين بعضهم سبحان الله لتلكون الناس موت البعض هلا إذا كنتوا ألف زلمي وطلع واحد حكا هيك النسبة واحد على ألف ومعناتها كلهم تعبانين لا 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 واحد على ألفين مونسبة واحد على مية كما مونسبة معناتها التسعة وتسعين مناح فقال رجل يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين فكثرت فكثرت القالة من هذا سبتعشر سنة حط أبو بكر عمر يعني معقول النبي الصحابة بهذا الزمن أو بتلك الساعة ينبي بقيله كم يوم حسب الرواية في مية ألف صحابة مية ألف صحابة كله مثل عمر واثمان وعلي كثرت القالة الله لا يجعلنا مفاتيح شر هو دائما الشر له محراك يجمعوا بعض هل شافوا بومة وغراب مجتمعين شو لما البومة عن الغراب أربوا أربوا طلعوا لتنين عرجان شو جامعون العرج محراك الفتنة كان رجل فكثرت القالة إذا كان شغلة بتقدر أنه أنت الفتنة نائمة لعن الله من يقضها يكون عن زيمة في شوية ملح وكذا وهي أخي خلاص كل وهي بمسجر لو أنت حاسس باللي حاسس فيه شوف يقول يا والله هذاك كان مو منتبه لها الشغلة بحرك الأمة بطلع صاحب العزيمة بزواد الوجه مشي الحياة بد مشي ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن خير إن شاء الله بسكرين على السيارة باخد تاكسي بمشي 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 الصحابة مشوا من المدينة لتبوك مشي ساعة بيركاب وساعة وساعتين بمشي في صحابة ساعة بيركب وستة بمشي على السادس تعرفوا اللي بناوب على التالت قال فكثرت فكثرت القالة فسمع عمر ذلك فرده على من تكلم به درجال وزاكم لدنا وجاء به إلى رسول الله وتعالى هون والله يا أخوان للكرام شوفوا هاك شو مكتوب إلهي أنت مقصودي شايفينها مو كل شي راكز بالحياة مو كل شي راكز مشي إذا تسعين بالمية مشي تمانين بالمية مشي يعني هلا كل واحد عايش بشغله كما يريدون لا أنا أقول لهم الموظفيني لعنكم إذا كان الأمانة تبعه راكزة تغاضى عن الباقي وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة قطيفة يعني قطعة أماش وعم يتصبب الله يصلحهم معطينه للنبي بندول خافض حرارة ما في شكور الله والله الآن الطب أخوانا الكرام في شي اسمه يعني لك مسكن ومسكن مركزي وخافض حرارة وديكلون بريح الإنسان قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم ما قال فلا وشاهدوا أبسين تجمع أولادك شو بتقول له في واحد من بيت الجيران عم يتأخر عم تقول له أنت هنو يكونوا صغار لسا لما كان الأولاد صغار لهم في واحد عم يعزب كان أمه يا رطي أحكي لهم قصة هو في كون واحد هو مجننة لأمه أهم أجهد شرطة الأطفال تعرفوا شرطة الأطفال مجننة لهم مجننة لهم بدون يأخذوا بعدين من جميع بعدين إجا تدخل الشرطة اللي يفوقوا منه أهلا نحن ما بناخد الصغار بس بدون يبوس التوبة علي إيش أنا أقول لهم تذكروا شرطة الأطفال اللي قد مدوخنا تذكروا قال في تأمير أسامة ابن زيد والله لئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أباه من قبله مين زيد بن حارثة حتى لما حطوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزة موتا لك ما بتخلص خدمنا الآخير والله لو صافح المرء جبريلا مصافح مين على المصافح جبريلا ليت القدر بترق بيرق قلبه وتنزل دمعتهم والله لو صافح المرء جبريلا لم يخلص المرء ومن قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال ملفقة تتلى إذا رتل القرآن ترتيل ساولون عزيمة ادعمون يقول لك معنا ما هو المصاري من نجابين قال لله يخرب بيت بليس ويقول لك شبه خليه يفردها ما بتخلص ما بتخلص الناس ما بتخلص معهم لذلك الله توكل على الله قال لهم لهم تطعنوا بإمارته لك طعنتوا بإمارة أبيه من قبل وإن كان لمن أحب الناس إلي أبوهم زيد بن حارثة النبي من ربي وعمره خمس سنين سبع سنين عشر سنين أتوا به إلى مكة كانوا يقولون عن أبيه زيد بن حارثة زيد بن محمد حتى نزلت الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حرمت التبني بجيب واحد هلا بيتبنون هلا آخر موضى كلاب كلب بجيبوه الكلب صار له جواز سفر وبيطلع على الطيارة وعلى أربع عشرين كلب بيشوف صعب وبيطلع علي أمنتوا بأله هذا حيوان معه مراض نمكننا معه الحق بشغلة وحده البشر ما عند فيهون وفاء كان أحد الصالحين ساوى كتاب فضل الكلاب على كثير ممن تجمل بالثياب وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي قال فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من علم بره فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأول قبل وفاة النبي بدي بنوا وربعين ساعة يومين شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام عم يشرع ويوصل الأمة مريض ولا مو مريض أرسته ناموسة بالليل إجازة ما تشيح صلاة الصبح ولا أرستني ناموسة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمرضه لموت غم حريك هاي الهمة تعلموا شو عم يتصبب عراق طليع المنبر صلاة الصبح تقرأ عن سعيد ابن المسيب قال ما ترك صلاة الفجر عشرين سنة في المسجد وصلاة الفجر لم تفته تكبيرة الإحرام هلا بتروح نجي واحد بده يخطب يقول لك معي شهادة وتخرج وعندي محل الحمد لله وبصلي لا كتن خيرك والله ليش فيه مسلم ما بيصلي شو بيصلي طلع بيصلي الجمعة ثم قال لي عمر فات لجوة أنفذوا بعث أسامة الله يرضى عليكم شو الوصية هي في شي رباني ثلاث مرات هذه وصية لك كان تعبان على فكرة أخوانا الكرام تطولنا شوي الدين مو صلاة وصيام وجيم الخميس وصايم ومدري إيش الدين الدين معاملة سبحان الله بعد الأسبوع جتني ثلاث مشاكل ودخلت فيهم شخصيا في مشكلة كانت معقدة لجيبوا الراس الكبير نجا ما تعطي إخواتك البنات قال أنا أبي سجلي الحصة من ثلاثين سنة طيب تلو شو المناسبة سجلك ياها شو في كان مناسبة ما في مناسبة تلو أنت يا أبوك أعطيتوا الحصة قال لا تلو ما بجوز لو خدمت أبو خدمة جليلة أي شيء مثلاً كنت تشتغل وما تأخذ مصاريدها أعطي لأخواتها واجر بالدنيا واجر بالأبر واجر بالآخرة لقا عطيهم قال أولادي لقا شو صاروا مصرياته ثاني صلوا قاعد ببيت أبو من قبل الأزمة يعني بيت الأب طيب أعطيهم إجرة المثل ما في بيعوا بيروح رخيص هلا شو رخيص إن شاء الله يبيعوا بما يأتي هاد هاد هو حقه ولا شو بتاقي أنت بكرة تموت أولادك ما يطلعوا أعطوا الناس حق هون الدين شو الدين الدين هو أن تطبق أوامر الله ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردى عباية مدأن هذا مو الجمال إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدى ربنا تقبل منا بسر الفاتحة كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني النسم برآها سطرها في فتح الباري